السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بإذن الله هدوم لكم تفريزات السبانخ ازاي بشرها في الفريزر جبت السبانخ معايا طبعا بنشيل اي ورق فيها موجود لو في ورق اصفر شوية تمام اخسلها كويس جدا تحت المية واجيب الخضار بتاعها طبعا شبط وكسبرة وبقدونس حسب الكمال انت عملاها احطها في الحوض كده تحت في الطبق طبعا في الحوض تحت الحنفية واخسلها كويس جدا بالمية تمام اتمنى ان شاء الله قبل ما اكمل الفيديو تشتركوا في القناة تعمل لايك الفيديو ريت اكتبوه في الكومنتات رياكم في رصفة ايه وتابعوني من الاني بلد شايفين كمية طين طلع قد ايه كمية كتيرة جدا باخسلها كما ست طبع مرات بعد كل شوية خسلها كتير جدا لحد ما اتبطل مفيش طين خالص ابدأ بعد كده اه طبعا راسلتها كويس جدا حشت الورق اللي ممكن اه ممكن تكون مش سبانخ او او صفرة شوية بقى كده ابدأ اقطعها طبعا برضو غسلت الشابة والكزبرة والبقدونس كويس جدا هبدأ اقطع اتمنى ان شاء الله ما ما تتريقش عليها في التقطيع لاني دايما بتريع عليها في التقطيع بتقول التقطيع الكبير تمام اقطعت الكمية كلها ايه تمام بعد كده هبدأ اسمهم في ايه في اكياس التلاجة بتاعتي على حسب الكمية انت عزيان عملت تلات اكياس معي حطيت شوية من استبانخ وبعد كده هتبزعت الخضرة التانية للشابة والبقدونس على الاكياس دي دي احسن طريقة للتخزين استبانخ غير كده ما ينفعش فيه ناس بتقولك حط عليها مياه مغلية بعد كده مياه ساعة دي كلام فاضي بتسود معي لكن احسن طريقة انا جربتها بالطريقة دي انا بشيلها خضرة كده زي ما هي في كاس بطلعها بتبدأ زي ما هي زي ما يكون لسه جايبها دلوقتي حال تمام اتمنى ان شاء الله تجربوها بإذن الله ياريت تكتبول في الكومنتيات بتتبقوني من انهي بلد تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل الفيديو الاكبر عدد ممكن من الناس واستفادوا منو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته